لم تتضح بعد الوجهة الجديدة للحارس الدولي الجزائري رئيس وهابا بولحي فرغم الاهتمام الكبير الذي لقيه من الدياي بورتو البرتغالي وفلاديل في الامريكي في وقت سابق إلا أن تقارير إعلامية بلغارية كشفت يوم الجمعة أن حارس المنتخب الجزائري تلقى مقترحا ماليا من إدارة طرابزنسبور التركي التي وقعت عقدا مبدئيا مع سياس كاسوفي البلغاري بقيمة نصف مليون أورو مقابل الضفر بخدمة الحارس ويسر واحد حالي لزيتش الناخب الوطني السابق على تعاقد مع بولحي رغم امتلاكه الدولي التركي أونير كيفراك الذي يعتبر قائدا للفريق إذ يسر على إثمام صفقته في أقرب الآجل الممكنة حتى يباشر التدريبات تحضيرا للموسم الجديد وكان الموقع الرسمي لحارس ند الدولي قد أشار اقترابه من الانتقال إلى ند جديد دون إعطاء توضيحات أخرى وأشار إلى رغبة بولحي في تغيير الأجواء ومغادرة ناديه الحالي سياس كاسوفيا